السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أحبي المشتركين من الوطن العربي الكبير هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب النهاردة يا شباب درسنا هو تحسين الخط بالقلم العادي تعالوا كده هنكتب البيت الشعري الذي يوجد أمامنا ومعجب الورد يقطفه ويرميه أما المحب فذاك الحافظ الساقي تعالوا كده نشوف هنكتبها ازاي عايزك تركز مع حركة سير القلم أثناء عملات الكتابة ستستفيد حرف الوو بيجيزيوس محمد نقطة وبعد كده من هنا بنطلع للأعلى بالشكل ده ثم طلعنا دوران بسيط وبنعمل ايه رقبة للحرف ثم نصف هلال بالشكل ده اهو تمام حرف الميم عبارة عن ايه عبارة عن حركة اهه بالشكل ده ثم من هنا كده من المنطقة دي بنعمل بقفاهي دوران بسيط خالص دوران بسيط خالص ومن المنطقة دي بنعمل حركة ثم ارتفاع لأعلى حرف العين بيكون مطموس في وسط الكلمة طبعا اهو في وسط الكلمة وفي اخر الكلمة بيكون مطموس اما عندما يكون مفرد او في اول الكلمة لا يكون مطموس او مغلق بهذا الشكل حرف الجيم حركة كده اول ما بننزل الحركة دي كده بنعمل رجوع للخرف علشان نجيب حرف الجيم اهو جينا هنا كده بنعمل زهاب للأمام ثم حركة للأعلى حركة بسيطة خالص علشان نجيب حرف ايه حرف الباء بيكون مرتكز على السطر بالشكل ده تمام يا شباب حرف الالف احنا جينا هنا جبناها بعيد شوية ممكن نعمل ايه حرف الالف فوق هنا اهو وحرف اللام عبارة عن ايه عبارة عن حلية اهي ومن هنا كده من المنطقة دي بنعمل ايه بننزل نزول الاسفل عشان نحضر لحرف ايه لحرف الواو احسنت اهو تمام وبعد كده بنيجي هنا من كده في المنطقة دي نلف دوران اهو ثم بنطمس الجزء ده اول ما بننزل بنعمل نصف هلال اهو زي اللي عملنا هنا حرف الرا احنا جبناه هنا بالشكل ده له شكل اخر وهو حركة رقم واحد اهو ثم حركة نصف هلال نفس دي بالزبط تمام حرف الدال عبارة عن ايه عبارة عن حركة من هنا وبعد كده اهو تمام يا شباب يقطفه يقطفه الياء مع القاف بتيجي ازاي حركة ثم من هنا كده بنرتفع لأعلى ارتفاع بسيط خالص اهو شايفين ومن هنا كده بنلف دوران اهو نزلنا في المنطقة دي كده نبدأ ان احنا نعدل نفسنا اهو النقطتين بتوعنا اهو حرف الطاء حركة من هنا كده اهو تمام اول مواصلنا للمنطقة دي كده نلف دوران ثم حركة من هنا اهي وبنمشي على السطر الكتابة تاني تمام الحرية بتاعت حرف الطاء ونزلنا بالشكل ده حرف الفاء حركة زي ما عملنا هنا حركة الاعلى اهي مفروغ كنا بعيدنا شوية ولكن عادي مش هتفرق كدير اهو كده ومن هنا كده هنعمل حاجة اسمها ايه قلنا عليها بليه كده اسمها كشيدة شايفيني الكشيدة اللي انا عملتها شكلها حلو ازاي اهي بجيبها علشان تكمل معايا او تفرد معايا بالشكل ده وتخلي سطر السطر الكتابة بتاعي ايه تخلي سطر الكتابة بتاعي شكله ايه منظم حرف الحركة اهي ثم حركة كده وارتفاع الاعلى بس يقطفه ويرميه حرف الواو زي ما عملنا هنا حركة كده ثم ارتفاع الاعلى دوران ثم ه نصف هلال زي ما عملنا هنا بالزبط الياء مع حرف الراء عبارة عن ايه حركة ه ثم من هنا كده بنعمل الجزء ده كده اهو تمام ثم نفس الهلال اللي احنا اتكلمنا عنه فحرف الراء وكذلك ها في حرف ايه في حرف الياء حرف المين زي ما عملنا هنا كده هنيجي نعمله تالي اهو تمام وحركة كده اهي شايفين يا شباب عايزك تركز معايا جدا حرف الياء حركة الفوق ثم من هنا اهو عملنا كشيدة اخرى حرف الهاء حركة ثم حركة ايه النقطتين بتوعنا طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده ان خط النسخ بيحب ان يشكل ولا بد ان يشكل اهو تعالوا ومعجب الورد ومعجب الورد يق طفه ويرميه تمام تعالوا بقى نكمل اما حرف الالف بيجي زي يا سيد محمد حرف الالف من هنا كده وبتنزل اهو سهلة جدا يا شباب الهامزة بتاعتنا صغيرة اهي حرف الميم حركة ثم حركة من هنا لهنا اهي اللي حتى بحاول عملها لكم بشكل تقليد او شكل عادي عشان تكون سهلة على حضراتكم اهو اما المحب الالف بتاعنا ده وركزت معي هتلاقينا سيب مسافة شوفو المسافات تكون واحدة نحاول على قد ما نقدر على قد ما نقدر يعني ايه نزبط المسافات اللام ثم نزول لتحت ما نزلناش اوه علشان في ايه حرف الميم حرف الميم رجوع للخلف ثم صعود للامام اهو ومن هنا من المنطقة دي كده اهو حركة الخلف ثم حركة الامام بالشكل ده حرف الباء عبارة عن ايه سيئلنا كده وبنمشي زي ما جبناه هنا ومعجب اما المحب فاذاكة الفاء عبارة عن ايه دوارية اهي زي بداية زي رأس حرف الواو وبعد كده من هنا بنطلع لقدام احنا مش عايزة نجيبها بالشكل ده نجيبها بالشكل العادي اهو بنحط النقطة بتاعتنا هنا حرف الذال ثم حركة حرف الالف عبارة عن ايه حركة من هنا للأسفل زي فينا انا جبت حرف الالف هنا ايه وصاد حرف نهاية حرف ايه الذال ثم حرف الكاف عبارة عن حلية بسيطة نزول للأسفل اهو ما لمسناش سطر الكتابة تمام اهو نزلنا حركة للأمام كده حركة كده وبعدين عكس الحركة دي اه حركة ثم عكس الحركة دي تمام يا شباب حرف الكاف بيكون الشارع بتاعته ما بيكونش ايه حمزة بيكون حركة حركة اه تمام يا شباب ركز معايا الموضوع ان شاء الله هتلاقيه سهل جدا طالما انت ايه مركز وما تكتبش ورايا حاول بعد ما نخلص كتابة تبدأ بالكتابة واتمنى بس يعني ايه تقديرا للمجهود لو بنبزي المجهود لو انت شايف ان احنا بنبزي المجهود تضغط لايك وتشترك في القناة بعد اذن حضرتك حرف اللام مع الحق احنا جبنا بالشكل ده له شكل اخر حركة كده ثم نزول اهو ده عكس ده تمام نزلنا هنا في المنطقة دي كده حركة 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 للخلف ثم حركة اهي تمام ثم حركة للاعلى حرف الفاء اهو ثم حركة بالشكل ده حرف الضاء عبارة عن ايه حركة حركة اهي زي ما شرحناه هنا بالزبط الحركة اللي عملتها دي انا بحب بعملها في خط نسخ هي اه معظم الناس يقول لك ايه مش مستحبة او بتيجي مع مع حرف الضاد او الصاد ولكن انا بحب بعملها يعني عادي الساقي الف ثم حرف اللام السين عبارة عن سنة كده ثم سنة اهي بنبعد شوية ونجيب حرف ايه السنة التانية تمام بنطلع للأعلى نبدأ نعمل حرف القاف عبارة عن ايه قاف وبنجيب حرف الياء من اسفل منها بالشكل ده عايزك تتمرن كتير تكتب كتير ان شاء الله هتلاقي الموضوع سهل جدا 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 مع الاستمرارية هتلاقي الموضوع ان شاء الله سهل بالنسبة لحضرتك اتمنى اي حد يشاهد الفيديو للنهاية ان يشترك في القناة ويفعل سر الجرس علشان يوصلوا كل جديد وبكذا تكون انتهت حلقتنا اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محمد ابو المجد من قناة عشاك الخط العربي على اليوتيوب مع السلامة اشتركوا في القناة